موسيقى مشاهدينا مشاهدي الكرمة في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث حالة النهاردة الاثنين أربعة نوفمبر عشرين أربعة وعشرين غداً خمسة نوفمبر يوم الحسم وعشية يوم الحسم استطلاع بيظهر تقدم هارس في أربعة ولايات متأرجحة واستطلاع آخر بيظهر أنه تعادل كل من هارس وترامب بحصولهم هما الاثنين على التسعة واربعين في المية فبالطريقة دي نقدر نقول كده أنه يعني فعلاً زي ما كان فيه كلام بيتقال لأنه المنافسة شريسة جداً جداً ممكن ما نقدرش نعرف النتائج بكرة طبعاً غداً برضو بيتم السماح للي لسه ما كانوش بعتوا البالتس بتاعتهم أو وسيقة الانتخاب في البريد ممكن أنه هما بيروحوا مراكز الاقتراع ويحطوها في صندوق متاحة هناك لهذا الغرض عشان كده ممكن النتيجة ما تتعرفش غداً مساء غد وخصوصاً كمان أنه بياخد وقت موضوع فرز اللي هي التصويت بالبريد بطاقات التصويت بالبريد وكمان موضوع طبعاً الولايات المتأرجحة أيضاً ممكن أنه نقعد زي ما قاعدنا كده في 2020 انتخابات 2020 كام يوم على بال ما حسمت النتيجة فربنا يختار الصالح وبنصلي من أجل هذا الأمر وبرضو بنأكد على كل اللي لسه ما رحوش ينتخبوا أن من فضلكوا غداً وخصوصاً في الولايات المتأرجحة يوم الحسم اختاروا الأصلح من وجهة نظركوا وفي نفس الوقت مهم جداً في الولايات الديمقراطية أو الجمهورية أن الناس تنزل تصوت علشان خاطر في حاجات تانية في بطاقة الانتخابات غير انتخابات الرئاسة بالنسبة لملف القبطي بعد أقل من عامين بالكهنوت وفاة القس دميان سمير إسرى حادث أليم بنعزي كل أسرته ومحبيه وشعب كنستو عندنا كمان في مصر كان بعد السفينة كاترين لقينا بردق جدل حول عبور سفينة بتحمل العلمة الإسرائيلية والسفينة عبرت في قناة السويس وطبعاً كان في رد رسمي أيضاً من قناة السويس أيضاً بالنسبة لصندوق النقد الدولي المفروض هيبدأ المراجعة الرابعة ومصادر بتقول أن الحكومة لم تطلب زيادة تمويل البرنامج عندنا كمان في كان يعني هو الحكومة قالت إنها إشاعة في موضوع إنه زيادة أسعار الغاز الطبيعي بس بعض الناس لحظوا في منازلهم إنه فعلاً كان في زيادة لما جم يسجلوا في يعني وكان في قائمة بالأسعار الجديدة عموماً الحكومة نفت يعني يجي برضو لعندنا فاجعة تهز مدرسة في بورس عيد بمصر طالب يطعن زميله ويقتله وكان هرب وتم القبض عليه عندنا كمان وسائق بقى حماس تسريب وسائق حماس عامل قلق جوه إسرائيل والمعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو وكانوا بيحاولوا يسحبوا الثقة من الحكومة ولكنهم لم ينجحوا طبعاً قصة بقى إنه دلوقتي إسرائيل ما بقتش بتغتال بقت بتعتقل عناصر في عنصر إيراني استخباراتي تم اعتقاله في سوريا وفي عنصر تاني كان تم اعتقاله عن طريق عملية أيضاً في لبنان إيران بتقول إن وقف النار هيؤثر على شدة ونوع ردها على الهجوم الأخير وهم برضو كانوا بيتكلموا عن إنه فيه تقارير وإنهم هيردوا إيران هتردوا على الدربة الإسرائيل الأخيرة وقبل يوم 5 نوفمبر وطبعاً كل الكلام ده كان صعب جداً إنه يكون في رد هل ممكن يردوا يوم الانتخابات نفسه وبنتكلم 5 نوفمبر عشان يوم الانتخابات كان فيه كمان الحارس السوري الإيراني بيؤكد حتمية عملية الوعد الصادق السلسل اللي بيقول لكم عليها ضد إسرائيل وبيرفض الكشف عن أي تفاصيل فإحنا عرفنا العملية هيسموها إيه؟ لكن توقيت العملية وشدتها لغاية دلوقتي ما نكلموش لكن كلام كتير قوي من إيران وواضح إن برضو إحنا شفنا كتير قوي إيران تتكلم تتكلم ولكن يتيجي عند الفعل بنلاقي زي ما بنقول كده سواريخ العيد أو بومب العيد عموماً فيه برضو زي ما قلتلكم موضوع الاعتقالات إسرائيل نفذت إنزال بحري في البترون شمال لبنان واعتقلت عنصر بارس في حزب الله يعني اعتقلت عنصر بارس في سوريا واعتقلت عنصر بارس أيضاً بالنسبة لسوريا من الحرس السوري الإيراني وعنصر آخر من حزب الله ومي كاتي كان بيوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن وإن ده طبعاً اعتراضاً على هذه العملية وهذا الإنزال المباحثات اللي كانوا يعني تكلموا عنها إن القاهرة استضافت مباحثات بين حركتها فتح وحماس لبحث تشكيل هيئة جديدة لإقدارة قطاع غزة بعد الحرب إلى حد ما نقدر نقول إنه فيه توافق ولكن إلى الإنزام لو ورحنا المفاوضات وقف إطلاق النار أو حتى في لبنان أو الهدنة في غزة ما فيش أي حاجة خالص بتتكلم عن أي مفاوضات بل بالعكس يعني تم إبلاخ أسر الرهائن المحتجزين لدى حماس بإنه مش متوقع إنه يكون فيه عملية يعني تبادل أسرة في هذا الوقت وزي ما قلت لكم دايما بقولنا لحضراتكم كثير جدا من المحللين قالوا يا جماعة مش هيكون فيه أي حاجة ليها علاقة بواقف إطلاق بهدنة في غزة أو وقف إطلاق النار في لبنان أو أي حاجة ممكن تحصل أولا حتى رد إيران قبل إتمام الانتخابات الأمريكية وإعلان النتيجة وبنصلي من أجل إنه تكون النتيجة خير للولايات المتحدة وأيضا للعالم كل بنقول قدست البابا كل سنة وهو طيب عيد ميلاد قدست البابا 4 نوفمبر وأيضا كمان التسكر للقرعة الهيكلية اللي كان تم اختيار البابا توادرس فيها ليكون الباتريارك للكنيسة الإبطية الأورسزوكسية والقرعة الهيكلية لاختيار قدست البابا توادرس كانت يوم 4 نوفمبر 2012 بنهن القاب والرعي الأمين على كنيسة الله طبعا بيحملنا ويحتملنا قدست البابا توادرس الثاني حلو حتى في التهنئة يعني اختيار الكلمات أيضا يحملنا ويحتملنا بنهن قدست البابا توادرس الثاني بمناسبة تسكر ظهور القرعة الهيكلية 4 نوفمبر 2012 ودلوقتي 4 نوفمبر 2024 سائلين الهنا الكدوس أن يحفظ حياته ويمتعه بالنعمة والقوة ليرعى رعاية المسيح بأمانة وبر وأيضا طبعا بنقوله كل سنة وقدسته طيب الحادث بقى الصعب الحقيقة كان يعني قضى عامين فقط في الكهنوت توفق القصة دميان سمير إسرى حادث أليم أعلن متحدث الإعلامي الرسمي لإبرشية نجادة وجوز وفاة القصة دميان سمير زخاري كهن كليسة ماريمينة بالزويدة إسرى حادث أليم وقال المتحدث باسم إبرشية نجادة وجوز في بيان أنه انتقل صباح اليوم الاثنين إسرى حادث أليم القصة دميان سمير زخاري كهن كليسة ماريمينة بالزويدة ومترانية نجادة وجوزة وتابع القصة دميان من موليد 1-3-1977 سوي مكاهن في 4-3-2023 وانتقل إلى الفردوس صوح اليوم الـ 2-4 نوفمبر 20-24 إسا لوقت وأعلن أنه صلاة تقام بالمترانية نجادة عقب انتهاء الإجراءات القانونية بنعزي كل أسرته وكل محبي وقع غريبة حصلت في مطار القاهرة جوي روماني كانت فازت بجائزة جائزة مالية بالنسبة لبطولة العرب للشاترانج وهي جاية بعد ما استلمت الجائزة دي الجائزة تسرقت منها في المطار في المطار حاجة غريبة جدا جدا أنا تسألت يا جماعة طبعا ما فيش طيب في أي حد تتكلم عن أنه مثلا في تفريغ كاميرات في أي حاجة حاجة غريبة جدا أعلنت لعبة الشاترانج جوي روماني سرقت الجائزة المالية لبطولة العرب والتي حصلت عليها وقالت الأسف الشديد بعد التوفيق في بطولة العرب والحصول على المركز الأول تحت عشرين عام بسبب خطأ بسيط تم سرقت الجائزة المالية في المطار وتابعت الربعة والرب أخذ الحمد لله على كل حال دعوتكم في القادم كان المنتخب طبعا المصري للشاترانج كان حصد المركز الأول في الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين والتي أقيمت في تونس بإجمالي 14 ميداليا متنوعة واحتكر منتخب الفراعين اللي الناشئين في حصد أربعة ميداليات زهبية وستة فضية واثنين برونزية والميداليا الزهبية ست ميداليات طبعا وجاءت الميداليا الزهبية من نصيب عبد الرحمن سامح وفريد تامر ومينة وائل وقياد طارق وجوي روماني ورغض علاء المهم أنه الحقيقة يعني الموضوع كان يعني كمله برضو باقي الميداليات بس الموضوع زي ما قلت لحضراتكم ما كانش فيه يعني تفاصيل طب نفهم يا جماعة طيب إزاي تسرقت وإزاي حصل كده لكن وضع الحقيقة مؤسف جدا وجوي سلمت باللي حصل يعني بإنه الرب أعطى والرب أخد معلش يا جوي ألف مبروك كفية الناس كلها عرفت أن انت حصدتي ميداليا من الفيلم راكز الأولى اتكلمنا عن طبعا الفيلم رفعت عيني للسماء وتكلمنا كتير عنه قد إن تم تكريمه في عدة مهرجانات حول العالم مهرجان طبعا الأول فرنسا بعد كده مهرجان كان في فرنسا وبعدين مهرجانات أخرى تتبعت المهرجانات حتى شيكاغ وبعدها كان مهرجان الجونة وتم العرض طبعا الفيلم في كل هذه المهرجانات وأشاد وكان هناك إشادة كبيرة جدا حاليا بقى خلاص الانتظار والناس كلها المنتظرة تشوف الفيلم اللي كان عليه هذه الدجة وهذا الكلام الجميل والإشادة هيكون عرضه إن شاء الله ستة نوفمبر يعني هيكون يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله في جميع دور العرض دفنا دعوكم طبعا لتشجيع الفيلم والفيلم فعلا بشهادة كل اللي شافوه قد إيه فعلا إن كان فيلم جميل وقصة بتتكلم عن معاناة الفتيات في صعيد مصر الشركة المنتجة لفيلم رفعت عيني للسماء طرحت الإعلان الرسمي للعمل المقرر طرحه الأربعاء القادم في السينمات وتدور إحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات التي يقررنا تأسيس فرقة مصرحية وعرض مصرحيات هن المستوحى من الفلكلور الشعبي الصعيدي وتملأ الفتيات شوارع قرية هن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص بينما يحلمنا بأن يصبحنا نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله رفعت عيني للسماء إخراج ندرياض عفواً أيمن الأمير وبطولة فريق مصرح بانوراما برشة من قرية البرشة التبعة لمدينة ملوي محافظة ألمينيا وبنتمنى بقى نشوف أراءكم إن شاء الله على الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي الانتخابات الأمريكية ونهاية الصراع والمنافسة هتكون غدا إن شاء الله هتكتب النهاية بالنسبة للانتخابات والوقت المحدد للانتخابات لكن النتيجة يبدو أنها لن تحسم غدا الحقيقة أنه أفكركم بأنه إحنا ما بننتخبش بشكل مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية من زمان جدا والدستور كان حط موضوع إن إحنا فيما يسمى بالمجمع الانتخابي المجمع الانتخابي ده عبارة عن إنه بيحددوا الولايات على حسب انتمقتها هناك ولايات ديمقراطية وهناك ولايات جمهورية عدد الأصوات فيه حطوا لكل ولاية ثقل يعني فيه رقم كده من المجمع الانتخابي وبهذا الرقم تم حساب الولايات الديمقراطية بأنها قيمتها 226 صوت من المجمع الانتخابي والولايات الجمهورية 219 صوت أصوات كلها 538 الفائز للانتخابات ولرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والجلوس في البيت الأبيض لازم يحصل على 270 صوت طيب بالتالي إحنا الآن عندنا المنافس الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب كده داخل ودامن في إيده وهو داخل معاه دامن 219 صوت والمرشحة الجمهورية الديمقراطية عفوا كاملا هاريس ضمنا في إيديها 226 صوت اللي بيحسن بقى مين اللي يوصل لل 270 صوت ويفوز هي الولايات المتأرجحة طيب الولايات المتأرجحة دي عددها إيه؟ عددها سبع ليه طيب بنقول كده لأن الولايات المتأرجحة على مدى التاريخ بالنسبة للولايات الأمريكية الفترة اللي فاتت بعض الأوقات بتروح للجمهوريين وبعض الأوقات بتضلي بأصواتها أو بتروح للديمقراطيين عشان كده سموها ولايات متأرجحة ما هي هذه الولايات؟ ولاية بنسلفينيا والثقل بتاعها 19 صوت انتخابي ولاية ميتشيجان الثقلها 15 صوت انتخابي أريزونا 11 صوت جورجيا 10 أصوات ويسكنسون 10 أصوات نورس كارولاينا 9 ونيفادا 6 والصراع محتدم جدا الحقيقة برضو كانوا بيجوا بيسموا إيه ولايات الجدار الأزرق وولايات الشمس فولايات الجدار الأزرق هم بينسلفينيا وويسكنسون وميتشيجان دولا الولايات اللي هم بشكل كبير جدا على مدى التاريخ من بداية الانتخابات بيروحوا بيميلوا إلى الديمقراطيين الولايات البقية الأربعة البقية قالوا عليهم أنه هم ولايات الشمس اللي هم بيميلوا للجمهوريين جورجيا نورس كارولاينا أريزونا نيفادا الحقيقة السقل برضو هو اللي بيحكم الدنيا فيه توقعات كتيرة بقى وحسابات ورغة الأرقام هتبتدوا تلاقوا يا جماعة الأرقام بتتكلم بشكل كبير جدا اللي هو إيه طب مثلا دلوقتي لو ترامب أخد لو هارس أخدت بينسلفينيا فعلا والثلاث ولايات دي يبقى خلاص دمر التلفوز طب ماذا لو السيناريو خلينا نشوف السيناريوهات اللي استعرضتها قناة سكاي نيوز وعايز أقول لحضراتكو برضو من خلال خبرتي في الانتخابات الفترة اللي فاتت بالنسبة للمتحدثين باللغة العربية واللي عايزين يتابعوا قنوات ناطقة باللغة العربية بالنسبة للانتخابات سكاي نيوز بتعمل شغل ممتاز بالنسبة لتغطية الانتخابات الأمريكية بالساعات القادمة والتي سيتم خلال حسم اسم سيد البيت الأبيض الجديد كامالا هارس أو دونالد ترامب هو من سيحكم الولايات المتحدة خلال السنوات الأربعة القادمة لكن الطريق إلى البيت الأبيض يمر حتما عبر الولايات المتأرجحة ولايات حاسمة تحمل مفتاح الفوز للمرشحين لا يكون معروفا عادة إن كانت هذه الولايات سيطغى عليها اللون الأحمر أم اللون الأزرق ولذلك تسمى بالولايات البنفسجية وهي بحاجة إلى استراتيجية ذكية جدا لاستمالتها من قبل المرشحين وكسب أصواتها في حين تنقسم الولايات السياسية للولايات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبقى التذبذب سيد الموقف في سبع ولايات حاسمة هي بنسلفينيا، ميشيكين، ويسكونسن، كارولاينا الشمالية، جورجيا، أريزونا ونيفادا هذه الولايات يمكن تصنيفها على الشكل التالي ولايات الجدار الأزرق أو ما يعرف بحزام الصدق نتحدث هنا عن بنسلفينيا، ميشيكين، ويسكونسن وهي ولايات تقليديا أكثر ميولا للديمقراطيين وولايات حزام الشمس نتحدث هنا عن كارولاينا الشمالية، جورجيا، أريزونا ونيفادا تقليديا أكثر ميولا للجمهوريين يتعين على من يريد الوصول إلى البيت الأبيض أن يجمع ما لا يقل عن 270 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل 538 من المتوقع أن تحصل كامالا هاريس على 226 صوتا وذلك من 222 ولاية أمريكية ديمقراطية تاريخيا وترامب على 219 صوتا من 24 ولاية جمهورية تاريخيا دعونا الآن نستعرض بعض مسارات الفوز المحتملة للمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في السيناريو الأول كل ما تحتاج إليه كامالا هاريس للفوز هو ولايات الجدار الأزرق أي التي يتمتع فيها الديمقراطيون بالأغلبية تاريخيا هي الولايات الشمالية الثلاث هنا بنسلفينيا 19 صوتا في المجمع الانتخابي ميشيغن 15 صوتا وويسكونسين لتكون بذلك قد حصدت الحد الأدنى المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا لحسم السباق الرئاسي ننتقل إلى السيناريو الثاني إذا ما خسرت كامالا هاريس ولاية بنسلفينيا التي فيها 19 صوتا هي صاحبة أكبر عدد من الأصوات سيتعلن أعين عليها التعويض عن ذلك بالفوز بكارولاينا الشمالية وأيضا بجورجيا معا أما في السيناريو الثالث إذا خسرت هاريس في ميشيغن أو وويسكونسين هذه المرة وتحولت إلى ولايتين جمهورية سيكون عليها استبدال أصواتهما الانتخابية بأصوات كارولاينا الشمالية أو جورجيا من كامالا هاريس ننتقل إلى دونالد ترامب ومسارات الفوز لدونالد ترامب بالسيناريو الأول وعلى عكس كامالا هاريس إذا ما فاز دونالد ترامب بولايات حزام الشمس الأكثر ميولا من الجمهوريين تقليدا نتحدث عن كارولاينا الشمالية جورجيا أريزونا ونيفادا سيحتاج إلى ولاية إضافية من ولايات الجدار الأزرق حتى يتمكن من جمع مئتين وسبعين صوتا لأن هذه الولايات ستؤمن له مئتين وثمانية وستين صوتا فقط ننتقل إلى السيناريو الثاني فإذا انتزع في السيناريو الثاني دونالد ترامب بانسلفينيا كما نرى هنا وجورجيا وكذلك كارولاينا الشمالية يعني هذه الولايات الثلاث كارولاينا الشمالية التي فاز فيها على كل حال في 2020 يكون قد حسم السباق الرئاسي وفاز بمئتين وسبعين صوتا بالسيناريو الثالث إذا ما تمكن دونالد ترامب بالفوز بجميع ولايات الجدار الأزرق يعني بانسلفينيا وميشيغن وويسكونسين بالإضافة إلى أريزونا هنا يكون قد فاز بالانتخابات حتى لو خسر كارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا إذن تفصل بين المرشحين كما هو معروف في كل الولايات السبعة المتأرجحة نقطتين أو أقل في استطلاعات الرأي مما يعني؟ سم شفتوا الموضوع فالكلام ده كله بقى هنلاقيه بكرا إن شاء الله في يوم السلساء يوم الحسم إن فعلا الناس الأرقام بقى والناس بتتكلم عن كل الاحتمالات اللي انتوا شفتوها دي احتمالات إيه لترامب واحتمالات إيه لهارس وكلها بتتمحور حول الولايات المتأرجحة عشان كده بنقول لكم يا جماعة لسه إحنا فيه طبعا فرصة إنك إنت لو إنت جات لك بطاقة الاقتراع بالبريد تقدر إنك تنزلت وحطها النهاردة لو إنت مش عايز تتزينق بكرة على فكرة تقريبا 80 مليون شخص قدروا يصوتوا سواء بالبريد أو التصويت المبكر اللي كان فيه أماكن اقتراع كان فيه أماكن اقتراع مفتوحة الفترة اللي فاتت إزاي تدور على المكان على إن فيه ناس أنا مبارح الحقيقة قابلت بمجموعة مصريين ولقيت إن فيه منهم بيقولوا طب إحنا إحنا نروح فين يا جماعة معلش لو لسه ناس أول مرة تنتخب الموضوع سهل جدا جدا إنت على حسب الزيب كوت يعني المنطقة اللي إنت فيها ليها رقم بريد الزيب كوت ده أو العنوان تحط العنوان كله هتروح وتقول إنه where to vote where to vote أسهل حاجة في البحث where to vote تفتح جوجل تكتب where to vote وبعد كده هيتحط تروح حاطة العنوان بتاعك هتبص تلاقي يدي لك أقرب أماكن وبيبقى في كذا مكان ممكن تلاقي مكان على بعد مثلا نص ميل منتك صدقني فأرجوكوا ما تكسلوش من فضلكم أمراكز الاقتراع مفتوحة من إمتى لإمتى من الساعة أعتقد مش عارفة سبعة أو تمانية لتمانية من سبعة لتمانية من سبعة لتمانية بالمساء من سبعة صباحا لتمانية مساء كتير جدا مدارس السيتي بتلاقي اللايبري المكتبة بتلاقي يعني المهم أنه بكرة وبيسمحوا برضو ليكوا أنه لو حد برضو معاه بطاقة الاقتراع ولسه ما حطهاش في البريد أنت لو رميتها في صندوق البريد العادي مش هتوصل بعد الانتخابات فيبقى كده صوتك راح لكن المفروض أنه برضو في الأماكن دي كلها اللي هي هورتو فوت دي بتلاقي فيها سنديق تقدر ترمي فيها البطاقة بتاعتك ممكن حاجة تانية ممكن كمان لو صوتك عايزوا يتحسب أسرع أنك أنت بتديهم البطاقة اللي جات لك بالبريد دي وبتقولهم أنا عايزة أدخل أصوت بنفسي البرسونال فوتينج ده ممكن فيه أماكن بتكون فيه شاشات أو أعتقد أغلبية الأماكن دلوقتي بتكون فيه شاشة وإنت بتختار اللي أنت عايزه وممكن جدا أنه أنت يسمح لك يعني لو أنت خدت البطاقة وماليتها يعني بعد ما تعمل التصويت بتروح مديهم البطاقة يعني ممكن يخلوك تقدر أن أنت تشوف أو تحاول تفتكرهم وزي ما اتفقنا لو أنت شاكك في حاجة سبها فاضية ما فيش أي مشاكل خالص الحاجات اللي أنت متأكد منها اعملها البرابس داشنز زي ما قلنا اللي هي مشاريع القرارات أو القوانين موجودة بس في 24 ولاية من الخمسين ولاية الأمريكية ففي الـ 24 ولاية دي المفروض أن أنت تكونوا على فكرة كان فيه أماكن كتيرة وناس كتيرة على مواقع التواصل وبرضو المتحدثين بالإنجليزية كان فيه ناس بتساعد والمتحدثين بالعربي ناس بتساعد عشان أحيانا البرابس دي بتكون فيها تركات يعني اللي هي قوانين المشاريع القوانين دي ودي مهمة جدا عشان ده صوتك بقى فيها مهمة جدا لأن دي خاصة بكل ولاية أنت عيش فيها واتكلمنا على ولاية كاليفورنيا واتفقنا أنه كل نو فيه برضو هنا اختلفنا شوية فيه ناس قالت لك كل نو معادة 34 و36 هما بس الـ فيه ناس برضو قالت لك ممكن تحطوا 32 عشان هي موضوع الثمانتاشر مينما مويش برضو فيه بعض الناس لها قراء قالوا لك أنت مش واخدين بالك ولما بنزود المينما مويش أحيانا سمول بيزنس بتفلس وبتقفل علشان مش قادرة نهي تجيب عدد الموظفين وتديهم المبالغ دي يعني كل ما لأن احنا زايدة لسه زادت في أول يناير على فكرة في كاليفورنيا لستاشر فقالك كده عشان تزيد تاني وبرتفع الأسعار فبرضو الناس اختلفوا في 32 واختلفوا في 34 فيه ناس عايزة تقول يس وفيه عايزة تقول نو فهم الاتنين لكن كان معنا أستاذ نبيل باشا كان قال لنا يا جماعة كله نو معدى 35 و36 يس فدلوقتي كله اتفق على 36 يس اللي بقى عايز وعايز يدرس أكتر وبناء على أن فيه اختلافات في الرأي على موضوع 34 و35 ليه يا بنت صاحبتي قالت أن عملت 34 و35 و36 يس يعني يا جماعة الفكرة أنه برضو يعني إيه لأن فيه حاجات في النص وفيه حاجات ليها علاقة بالتاكس وفيه حاجات ليها علاقة بالهيلس وممكن حاجات تريكي وكان فيه ناس بتشرح ويعني وللأسف هم عاملينها بأسلوب تريكي يعني بأسلوب ممكن تحس فيه كده إيه إنك انت فيه حاجات تلاقيها عايزها حلوة وفيه حاجات لأ مش عايزها في نفس البروبوز ديشن في نفس مشروع القانون عموما برضو احنا بننتخب تقعداء مجلس النواب بنختار برضو ستينتس اللي هم مجلس الشيوخ بيبقى فيه حاجات ليها علاقة بالسكول بتاعة المنطقة اللي انت فيها دعم مالي فأرجوكوا وقلنا زي ما اتفقنا البروبوز دي موجودة في 24 ولاية بس لكن أغلبيت الولايات بيكون عندهم حاجات ليها علاقة مثلا بال ممكن ولايات يكون عندهم العمدة ممكن ولايات يكون عندهم برضو وظائف مهمة ممكن يكون فيه اختيارات للجوج للحاق يعني في المحاكم يعني فعندك كل ولاية برضو كل منطقة ممكن تختلف على المنطقة التانية بداخل كل ولاية اللي ما عندوش حد يساعده بيحاول انا برضو كنت كتبت على صفحة الفيس انه ممكن لو عايزين مساعدة واستاذ نبيل ممكن برضو يساعد أرجوكوا أهم حاجة أهم حاجة يا جماعة أرجوكوا انزلوا وقالوا بأصواتكم واللي انت مش عارفوا مالحقتش تسأل حد عليه سيبوا فادي مفيش أي مشاكل خالص ما تقلقش برضو حد مثلا عمل حاجة على البروبوزيشن دي غير اللي احنا قلناها مفيش مشكلة معلش عايز عندك وقت وفرصة انك انت تديهم البطاقة دي وتاخد غيرها ماشي معندكش ما تقلقش بعدتها خلاص بالبريد مفيش مشاكل احنا بس بنحاول نقول ان احنا على قد منقدر نتوحد فيه اختياراتنا وأصواتنا لان زي ما قلنا من ضمن البروبوزيشن دي كان اختيار صعب جدا عايزين يلغوا فكرة انه الزواج بين رجل وامرأة بس طبعا يعني يا جماعة ازاي يعني اللي هو بقى زواج المسليين والكلام ده عايزين يقننوه ويوحدوه في الولايات فدي صعب جدا موضوع برضو المروانة يعني احنا هنا كان موضوع استخدام الحشيش في كاليفورنيا كان اتمرر للأسف اللي مرر اللي فاتت من اربع سنين عموما يعني الاهم من كل ده ازاي انك نروح فين عندك الاماكن ومن فضلكو يا ساكني ميتشيجن ميتشيجن المفروض الاصوات العربية بتفعلت ليهم ثقة كبير في ولاية ميتشيجن وديترويد ويمكن بنسلفينيا برضو قالوا انه هو طبعا علشان خاطر يعني هي السنة اللي فاتت اعتقد الانتخابات اللي فاتت كانت راحت للديمقراطيين بس فيه دلوقتي استطلاعات رأي بتقول لا عايزين جمهوريين برضو اريزونا طبعا وفكرة الهجرة ففيه ناس كتير قوي متضايقين من العدد الكبير من المهاجرين اللي بسبب فشل إدارة كامالا هاريس دخلوا للأسف وكان بشكل غير شرعي فطبعا الاقتصاد كمان فيه ناس بدأت يعني تتنبؤات وحاجات كده والحسم ممكن يجي على أساس ايه زي ما قلنا دونالد ترامب بتفوج بالنسبة لاقتصاد أغلبية الشعب الأمريكي الاقتصاد بيبقى مهم جدا جدا طبعا هاريس بالنسبة للإجهاد وحق النساء في انه هما يعني بالرغم ان دي حاجة يعني لا تتماشى مع القيم والمبادئ بالنسبة لموضوع الهجرة برضو دونالد ترامب متقدم عن هاريس في موضوع الهجرة وانه ازاي يحاول انه يزبط قوانين الهجرة ويمنع الهجرة غير الشرعية فارجوكو الانتخابات مهمة جدا احنا دلوقتي استطلاعات الرأي بتبين ان في بعض الولايات المتأرجحة متقدمة فيها هاريس بعض الولايات المتأرجحة متقدمة فيها ترامب لكن زي ما قلنا استطلاعات الرأي مش هي اللي دايما بتدينا الانطباع الأكيد لانه استطلاعات الرأي وده اكبر نموذج في عشرين عشرين كانت مع عفوا استطلاعات 2016 كانت مع هيلاري كلانتون وفي الاخر برضو كفكرة سيدة وكلام ده كله حتى هيلاري كلانتون بالخبرة السياسية بتاعتها ترامب هو اللي فاز في الانتخابات 2016 وجينا بالنسبة لبايدن خدنا وقت كبير على بال ما حصل فرز للأصوات للأصوات طبعا اللي كانت في الولايات المتأرجحة وبعد كده بعدها يمكن بكام يوم اربعة ايام او حاجة زي كده تم الاعلان لفوز بايدن بالرغم ان ترامب كان متقدم في اول يوم عموما طبعا تقارب غير مسبوك بين ترامب وهاريس وبالنسبة لنا غمود بيخيم على السلاثاء الكبير لكن زي ما قلت لحضراتكم اهم حاجة ان انتوا تنزلوا وتدلوا بأصواتكم حاجة بقى مهمة انا برضو كنت قلتلكوا عليها موضوع الصحف الامريكية والاعلام الموجه وانه كان مؤسس شركة امازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزس كان قرر ان الصحيفة مش مفروض ان هي توقف مع الديمقراطيين ولا تأيد الديمقراطيين زي كل مرة وقال ان في استطلاعات رأيي يا جماعة وبيحاول يقنعهم بكده انه للأسف الشديد انه موضوع فجوة هناك فجوة مصداقية بتعاني منها صناعة الاعلام واعلان واشنطن بوست جاء بشأن التأييدات في نفس اليوم اللي التقى في ترامب مع ديف لامب الرئيس التنفيذي لشركة بلو اوريجين للتيران والمملوكة لجيف بيزس يعني في النهاية انه فعلا الصحف والاعلام وقنوات كتيرة جدا موجهة نحو الديمقراطيين عشان كده بدأ طبعا موجة كده بتقول لا من فضلكم انه مش مفروض الصحف الامريكية تؤيد مرشح من المرشحين يجب ان تكون الصحف محايدة وبالتالي فعلا توقفت العديد من الصحف الامريكية عن تأييد بعض المرشحين خسروا الشراكات لكن في النهاية بيحاولوا يعيدوا الثقة مرة اخرى طيب بالنسبة بقى لموضوع المبالغ القياسية اللي جمعتها حملتها المرشحة الديمقراطية كاملة هاريس والمنافس الجمهوري دونالد ترامب حوالي مليار ونص هما الاثنين لكن مليار خدتها هاريس وهنا برضو على فكرة ده بيقيد انه الكلام اللي هما بيقولوه والاكاذيب بانه بصوا يا ناس رجال الاعمال الكبار انهم مع ترامب والجمهوريين وترامب هيقلل عليهم الدرايب بيتضح من الدعم المالي انه رجال الاعمال التقال والكبار مع الحزب الديمقراطي مش مع الحزب الجمهوري تحولات ملحوظة حيث كشفت لجنة الانتخابات الفيدرالية الامريكية عن مبالغ قياسية جمعتها حملة المرشحة الديمقراطية كامال هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب حملة هاريس نجحت في جمع ما يقرب من مليار دولار بينما جمع ترامب اقل من اربعمائة مليون دولار لتسجل هذه الارقام على انفاق انتخابي في تاريخ الرئاسيات الامريكية والعالم وفق لبيانات اللجنة انفق المرشحان معظم الاموال حتى منتصف اكتوبر حيث تبقى لدى هاريس نحو مائة وثمانية عشر مليون دولار مقابل ستة وثلاثين فاصل اثنين مليون دولار لترامب ليصل اجمالي الانفاق الانتخابي الى ما يتجاوز واحدا فاصل اثنين مليار دولار بالنظر الى سرعة جمع التبرعات تفوقت هاريس بخمسة اضعاف على ترامب حيث جمعت حوالي سبعة وتسعين فاصل اثنين مليون دولار في بداية اكتوبر بينما جمع ترامب ستة عشر فاصل اثنين مليون دولار فقط محاققة بذلك رقما قياسيا في سرعة التمويل فيما يتعلق بالمساهمة من الاثرياء حصل ترامب على دعم خمسين مليار ديران ابرزهم تيموثي ميلون الذي تبرع بمائة وخمسين مليون دولار وايلون ماسك بمائة وعشرين مليون من جانبها حصلت هاريس دعم ستة وسبعين شخصية ثارية بينهم بيل جيت الذي خصص خمسين مليون دولار لمنظمة غير ربحية داعمة لها رغم ان هذا التبرع لم يظهر بعد في اي كشف علني الارقام القياسية التي تحطمت في هذه الانتخابات تحكس ليس فقط التنافس الحاد بين المرشحين بل ايضا التحولات العميقة في تمويل الحملات السياسية في الولايات المتحدة زي ما شفتم موضوع الجامعة والاموال وطبعا فيه بيقولك اموال البلاك فوندينج ان ما بيبقاش فيه معروف مين اللي بيتبرع ببعض الاموال وممكن تستخدم في امور عليها برضو جدل شوية لكن عموما احنا دلوقتي ساعات تفصل للولايات المتحدة عن نهاية الانتخابات الرئاسية وسط منافسة محتدمة وبرضو الكلام كله بيتقال طبعا ان فيه خبرة قبل كده ان احنا شفنا انه في عام مثلا 2016 اعلنت نتيجة الانتخابات على طول في المساء يعني عرفنا قدرنا نعرفها لكن فيه طبعا في التاريخ بيقول لنا برضو انتخابات 2012 لما ترامب برق اوباما حصل على فترة ولاية تانية وتوقع فوزه قبل منتصف الليلة ولكن الاستثناء الوحيد كان جدير بالملاحظة من الانتخابات اللي جرت في عام 2000 بين جورج زابليو بوش والجور كانت محتدمة ولم يتم حسم السباق الا في 12 ديسمبر ان شاء الله ما نوصلش احنا بالنسبة لازيل انتخابات لازالتاريخ وشفنا طبعا ايضا زي ما قلتلكم في 2020 اتأخرت حوالي اربعة ايام احتمال تكون برضو ده اللي هيحصل ويمكن تحصل مفاجأة وتحصل من نتيجة بس على فكرة المشكلة في التأخر في الوضع الجديد ده بسبب الموضوع الخاص بالانتخابات البريد دي ما كانتش برضو زمان الانتخابات بالبريد عشان كده كان ممكن ان الدنيا تخلص بسرعة لكن احنا لينا كده كذا سنة او كذا دورة انتخابات انتخابات البريد وفرز الاصوات اللي بالبريد بتتأخر ما بتبتديش يعني مثلا هو عاملك دلوقتي انك انت ممكن ترمي البطاقة بتاعتك اللي جات لك بالبريد لغاية الساعة تمانية بالليل بكرة طب ما هو مش هيفرزها غير حضرتك بعد ما تخلص الدنيا وتاني يوم على الساعة 11 الصبح فبعنى كده انه الانتخابات بتاعت البريد دي وكان فيه اقبال كبير جدا مش هتتفرز غير في ولايات كتيرة جدا 11 صباح اليوم التالي اللي هو يوم 6 نوفمبر التوقع انه الانتخابات مش هتبان نتيجتها مساء هتبان ان شاء الله في خلال كام يوم نتمنى اني ما تكونش الفترة طويلة برضو مثلا كاملة هارس لانهم الديمقراطيين بيشجعوا الانتخابات بالبريد هي قالت انها قدلت بصوتها بالبريد لكن بايدن كان قدل بصوته في واحدة من المراكز الاقتراع اللي كانت فتحة مبكرا ترمب من بينسلفينيا بيتحدث ان استطلاعات الرأي كاذبة وزي ما قلتلكم هو الاستطلاعات الرأي هتبقى صح بس لو انا لو هي بيانتلي ان انا المتقدم ولكن عموما مش هناخد احنا باستطلاعات الرأي لكن الاستراع المحتدم جدا ترمب برضو كان لي تصراحات قال كان يجب قلق وغادر البيت الابيض هو على فكرة كان الفترة اللي فاتت دي هما الاثنين كانوا جولة مكوكية ما بين كل الولايات المتأرجحة النهاردة بالتحديد مركزين هما الاثنين على بينسلفينيا ليه؟ بينسلفينيا تسعتاشر صوت في المجمع المجمع الانتخابي ترمب ايضا وعد بحل مشكلة الهجرة اذا فاز في الانتخابات وده كان ايضا في خلال حملة في خلال تجمع انتخابي وقال انه اذا لم تعمل المكسيك على معنى دخول المهاجرين فانه سيشدد التعريفة الجمركية على الوردات منها وانه في نفس الوقت تتحدث على العلاقات مع المكسيك وصفها بجيدة وبيقول لكن انا نتعرض لغزو من قبل الحدود مع المكسيك بسبب تضفق المهاجرين وهناك 13 الف جريمة شهادتها الولايات المتحدة بسبب المهاجرين ترمب رحمت شيجان وقابل ناخبين عرب في مقهى وبعدهم بالسلام وانهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ودي يمكن اكتر حاجة لانه برضو هنا كده اختلف بعض المسلمين على اعتبار انه طبعا وكان فيه امام جامع كان مشجع الرئيس ترمب لانه قالك انه دلوقتي اللي حاصل انه ادارة هاريس بايدن هي اللي سمحت بالانتخابات دي وحتى ترمب كان وقال يعني فترمب برضو الغريب انه حتى معلوب اليهودي مشجعينه قوي لانه هو كان قال انا لو كنت موجود ما كانش هيحصل الهجوم ده على اسرائيل ومعروف تأييده الاسرائيل لكن كمان برضو انه هو يعني طالما بيتكلم ويعد بانه هو هيوقف الحرب الاسرائيلية كان في المقهى دي وقابل جريت كومنر مملوك من واحد من اصول لبنانية وايضا قابل عدد من زي ما انتم شايفين كده عدد من العرب من العرب يعني من المتحدثين باللغة العربية من اصول عربية وعدهم انه هيكون في استقرار كان برضو في زيارة غير غريب جدا انه قابل يومين من واجهة الانتخابية المرتقبة كان فيه زيارة لهاريس الى نيويورك وبرضو كان قابل كده عمل التجمع الانتخابي الكبير بتاعه ترامب في نيويورك رغم نيويورك طبعا ديمقراطية معروفة لكن الى حد ما فيه اهتمام عشان فيه سياسيين كتير موجودين في هذه الولاية كمان كان فيه الحياة برضو صورة انتشرت للرئيس ترامب وهو موجود فيه داخل كنيسة او اجتماع صلاة وانه هما كلهم بيصلولوا من اجل الفوز وهو اللي نشرها على تروس سوشيال وقال وبيقول كده لو انا لو كل الصلاوات دي لترامب علشان يفوز في الاليكشن يعني ريبلاي وز أمين يعني فلو انت هتصلي يعني لو انت كمان هتصلي علشان فوز ترامب ودي كانت من اربعة ايام قبل الانتخابات طبعا موضوع العلاقات الخارجية قال انه اعتبر نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفلف ان المرشح الجمهوري ترامب لن يستطيع وقف الحرب في اوكرانيا حال فوزه وانه اذا حاول ذلك قد يتعرض لعملية اغتيال تصريح غريب شوية الاوكرانيين بيترقبوا بقلق الانتخابات الرئيسية لانه طبعا ترامب قال انه هو هيسمح لبوتين بانه هو يسيطر على بعض المناطق من اوكرانيا وبالتالي ده هيقلل يعني بالتالي ده هيونهي الحرب واوكرانيا طبعا مش عايزة كده كان في كان برضو عندنا حاجة بس دي مالهاش علاقة بالانتخابات قوي لكن كانت فيه ليلة رعب في احتفالات الهالوين اللي هي بتبقى في مساء واحد وتلاتين اكتوبر مراهق اطلق النار في وسط المدينة المقتزب المحتفلين واصفر عن مقتل شخصين واصابة سبع اخرين وكان تقريبا بيقولوا انه كان فيه واحد منهم كان مصري غالبا فيه حاجة برضو غريبة كانت حصلت اللي هي انا ما عرفش الفيديو معنا ولا لأ لما الرئيس دونالد ترامب كان بيتحدث من خلف الجدار الزجاجي وهو في بنسلفينيا وبنسلفينيا كان فيه محاولة طبعا محاولة الاغتيال الاولى لانه ترامب تعرض لثلاث محاولات اغتيال فالحقيقة كان برضو بيتحدث انه كان بيقول انه كان يجب قال لأ اغادر البيت الابيض وانه هو بيقول كان لدينا اكثر الحدود امانا وكان بيتكلم انه برضو على الموضوع الزجاج انه فيه بعض الفجوات في الزجاج الواقي من الرصاص اللي كان بيتحدث من خلفه وقال لأمان على الاطلاق اذا اطلق ومهاجم النار على وسائل اعلام الكاذبة للوصول اليه وقال كان بمجدور بعض الصحفيين رؤية ترامب بشكل مباشر من خلال احدى الفجوات في اثناء تجمار انتخابي اللي كان في ليتتسان بولاية بينسلفينيا وكان بيستعرض انه فيه فجوات في الالواح الزجاجية وكان يعني يعني هو قال بما معناه انه ما كانش عنده منع ابدا انه يكون اطلاق النار على اعلام الاخبار الكاذبة وبيقال ان هارس يمكن يعني اخدت هذا التعبير ضد الرئيس ترامب زي ما قلت لحضراتكم ان احنا نشارك نصلي من اجل انه ربنا يختار الصالح ويختار الخير وانه فعلا زي ما بنقول هيكون طبعا الرئيس القادم ربنا كده يعني يعني يساعد حضراتكم كلكم ان انتوا تروحوا وتدلوا بأصواتكم وفي النهاية الكل منتظر نتيجة هذه الانتخابات زي ما قلتلكم ما اعتقدش ابدا ان احنا يوم الاربع بتمنى لكن مش ما اعتقد ان احنا اعتقدش ان يوم الاربع بس هيدينا برضو انتباعات عن بعض الولايات والاصوات اللي بيتم احتسابها بشكل مباشر عن طريق التصويت اللي هو على اجهزة الكمبيوتر اللي هي موجودة في مراكز الاقتراع المتعددة والمنتشرة في انحاء الولايات المتحدة الامريكية نصلي من اجل الخير لأمريكا وللعالم نروح بقى للموضوع الخاص ايضا بالجدل حول السفينة الاسرائيلية او السفينة اللي كانت تحمل عالم اسرائيل وبعدين عبرت من قناة السويس وتم عرض مشاهد ليها والمشاهد دي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وازاي وازاي قناة السويس تسمح بانه سفينة عليها عالم اسرائيلي بس سفينة دي ممكن تكون عليها اسلحة هتروح تقتل الفلسطينيين في ايه وازاي قناة السويس تسمح بهذا الامر وحصل جدل كبير جدا وده اتى بعد يومين من رسو السفينة كاترين لميناء الاسكندرية واللي الناس برضو قالوا ان هي بتحمل العالم الالماني او شيعة انها تحمل متفجرات متجهة الاسرائيل لكن مصر ردت على الموضوع ده وقالوا ان دي عبارة عن كانت معدات عسكرية جاية لمصر المهم ان المقطع ده بقى لحظة عبور سفينة اسرائيلية المجرى الملاحي لقناة السويس اثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتبينت اراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين رافض لهذه الواقع في ظل الحرب اللي بيشناك الجيش الاسرائيل على الفلسطينيين وبين مبرر للامر بان قناة السويس يا جماعة ممر ملاحي دولي خاضع للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات الكوستنطينية فور طبعا تداول هذا الموقع والجدل اللي حصل سارعت هيئة قناة السويس لتوضيح موقفها اكدت التزامها بتطبيق الاتفاقات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العبرة للقناة سواء كانت سفن تجارية او حربية دون تمييز لجنسية السفية انتقت طبعا كتير من المصريين هذا الامر وقالوا ما كانش مفروض ان يتعدي وكان لازم حتى لو انه فيه اتفاقيات دولية وكل ده لكن ما ينفعش انه قناة السويس انه كانوا يسمحوا بانه يبقى فيه كمان ده رفع العلم المصري بجانب الاسرائيلي ازاي راح طبعا الناس ردوا وقالوا يا جماعة انه الاتفاقية بتنص على انه قناة السويس البحرية حرة ومفتوحة في وقت الحرب او وقت السلم لكل سفينة وانه المفروض انه السفن بتحمل العلم بتاع الدولة اللي بتمر بيها والدولة الاخرى وكان بقى فيه وقفة احتجاجية اساسا امام نقابة الصحفيين كانت بتندد بموضوع سفينة كاترين وازاي سفينة كاترين دي بتحمل معدات عسكرية ومصر عدتها ودخلت مصر كده شاركت في انه يبقى فيه سفينة يعني انه يبقى فيه اسلحة رايحة علشان تموت الفلسطينيين يبقى كده مصر المشاركة في الابادة طبعا زي ما انتو شفتو زي ما انتو شايفين كده العدد ده كله اللي وقف انه ما يصحش يحصل ده وطبعا كانت منتشرة هزيل هزيل المقاطع على قناة الجزيرة ورصد وغيره يا جماعة خلاص بنتكلم على سواء كاترين او سواء السفينة اللي عدت وهي بتحمل العلم الاسرائيلي السفينتين كانوا يعني طبقا للقواعد والاصول وما كانش فيه اي حاجة من مصر بتشجع على انه يكون فيه امداد اسلحة ولا انها بتشارك في ابادة ولا الكلام ده كل خبر المهم جدا دلوقتي موضوع صندوق النقد وموضوع المراجعة الرابعة وموضوع الجزء الباقي او الجزء الجديد بالنسبة للدعم والقرد بتاع مصر وفي نفس الوقت هل هيكون فيه تعويم ولا ما فيش تعويم ركزوا في المواضيع الاقتصادية حاولوا تفهموا برضو اللي بيحصل اكتر حاولوا يعني نشوف برضو الناس المفروض تعمل ايه وتستعد ازاي لكل الامور دي كلها مديرة صندوق النقد بيقول لا يزال هناك الكثير من الاجراءات اللي بيتعاين على الحكومة المصرية الانتهاء من تفزها يا ترأي هي وكان الرئيس السيسي وعد بانه هيكون فيه مجهودات في اجتماعات صندوق النقد عشان ما تبقى شعبء كبير تاني على كاهل المواطنين المصريين مديرة صندوق النقد الدولي ايضا كريستالينا جورجيفا كانت بتقول ان مصر اظهرت قوة غير مسبوكة خلال هذا الوقت في المنطقة والاصلاح الاقتصادي صعب لكن نتائجه ستؤدي لقوة الاقتصاد المصري وده كانت تصريحات كريستالينا وفي نفس الوقت برضو كانت بتقول مصر نجحت في توجيه الدعم لمحتاجي ونتوقع انخفاض التدخم لستةاشر في المية بنهاية العام المالي الحالي زي ما انتوا شايفين تصريحاتها وايضا كان طبعا في اطار مؤتمر صحفي جمعها مع رئيس الوزراء مش عارف اذا كان فيه ترجمة او لا لا ناخد جزء بسيط منه هذه التحركات اسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته وتعزز من الفرص المستقبلية وايضا الكثير منها اظهر نتائجها على الارض بالفعل النمو ارتفع للعام المالي خمسة وعشرين نتوقع اربعة فاصل اثنين بالمئة في مقابل اثنين فاصل زي ما شفتوا طبعا كلها عن ارقام برضو النمو الاقتصادي والتضخم انه هيقل وكان برضو رئيس الوزراء المصري زي ما شفنا ايضا انه ده كان مؤتمر صحفي بيجمع الاثنين مع بعض قال مصر ملتزمة باستمرار تطبيق سعر استيرف المارن بالتنسيق مع البنك المركزي وطبعا فيه ناس فاصلت وكده برضو على انه ممكن يكون فيه تعويم وكان فيه خبراء اقتصاد بيقولوا ان هيبقى فيه اثنين تعويم تاني بس قالوا انه مش هتكون في نهاية العام ده هتكون فيه خلال عام عشرين خمسة وعشرين لكن موضوع تطبيق سعر استيرف المارن على حسب العرض والطلب ويمكن طبعا احنا شفنا من ساعة التعويم هو الاول مرة الدولار عدى التسعة واربعين جنيه يعني كان دايما تمانية واربعين وحاجة وانا قلت لحضراتكم الكلام ده من يوم الجمعة انه عدى التسعة واربعين جنيه هل ممكن يعزيد اكتر لسه كله بيتكلم عن الموضوع ده بيتكلم برضو رئيس الوزراء ان عدم الالتزام بمرونة سعر الصرف يعيدنا للمربع صفر وبالتالي لازم هيكون ده لكن اكد برضو رئيس الوزراء المصري المصطفى مدبولي انه تراعي مصر الا يضع برنامج الا يضع برنامجنا برنامج المصري مع الصندوق اي اعباء اضافية على المواطنين مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليا ودوليا واتخاذ كل الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن وده اللي احنا بنتمنى ايضا اشادت كريستالينا جورجيفا عبر موقع اكس بالجهود التي تبذلها الحكومة والشعب المصري في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وبتقول لدي ثقة تامة بانكم سطرون فوائد هذه الاصلاحات مما سيسهم في تحقيق دينماكية وازدهار اكبر للاقتصاد المصري يا رب ان شاء الله الناس تعبد بجد ومحتاجين انه يكون في استقرار وانه يكون في امور تسهل عليهم الحياة شوية مع هذا الارتفاع في الاسعار بشكل كبير جدا غدا ان شاء الله النقد الدولي يبدأ المراجعة الرابعة ومصادر بتقول الحكومة لم تطلب زيادة التمويل او زيادة تمويل البرنامج وفي نفس الوقت ايضا كان بيكلموا على انه هيكون في مراجعة لما تم تحقيقه في دول اجراءات المتفق عليها بين الجانبين وسط توقعات بتقديم طلب رسمي في نهاية الزيارة بشأن عادة النظر ومراجعة البرنامج لتخفيف الاعباء على المواطنين مصادر حكومية قالت ان زيارة زيارة البعثة البعثة بالنسبة لبعثة صندوق النقد الدولي قد تستغرق اسبوعين في القاهرة للمراجعة هيكون فيها زيارات لجميع الوزرات للاطلاع لما تم انجازه في البرنامج البرنامج الاسلاح طبعا ومضيفة انه سيتم اعلان ما يتم الاتفاق عليه ايضا خلال الزيارة بشأن توجيهات اعادة النظر ومراجعة بعض بنود البرنامج مع الصندوق وانه هيكون ليس من بينها طلب زيادة تمويل البرنامج فاتطمنوا كده وان شاء الله يا رب خير الرئيس السيسي لمديرة صندوق النقد الدولي بيقول لها اولوية الدولة تخفيف الضغوط والاعباء عن المواطن يا رب الناس تشوف الكلام ده ما يكونش بس كلام متصرحات يا جماعة لان فعلا الناس وصلوا الوضع صعب جدا جدا المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء كان بيقول الرئيس السيسي شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن عبقا اضافيا في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة قلنا التعبير او كذا مرة بس زي ما بيقول لكم نفسنا انه يتحقق ما يبقاش بس كلام نيجي بقى الموضوع زيادة اسعار الغاز الطبيعي واللي بدأ ينتشر وانه هيزيد ما بين 40 الى 100 قرش في المطر المكعب الواحد حسب شريعة الاستهلاك ايه يا جماعة اللي بيحصل ده وكان ازاي يبقى فيه زيادة كده قبل مراجعة صندوق النقد ولا ايه وده احنا يعني كله بيقول ان مش يبقى فيه حاجات على عاطق المواطن المصري وبعد ما تم تداول القائمة دي بالاسعار والدنيا والزيادات الحكومة نزلت نفي وقالت انه اقرار زيادة جديدة على شرائح اسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بتقول ان دي شائعات يا جماعة ان دي شائعات يعني الحقائق ان وزارة البترول والسرمة المعدنية بتقول غير صحيح وتؤكد ان القائمة المتداولة خاصة بالاسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الاخيرة في شهر سبتمبر عشرين اربعة وعشرين في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الاسعار وتكليف الانتاج يعني يا جماعة المتداول ده هو قريدي معمول به من من شهر سبتمبر فمش عني وي يعني فهو ده الكلام والنفي اللي هم نفوه حول هذا الامر طالب يتعن زميل وهو يقتله في مدرسة في بورسعيد اختلفت بعض الوسائل اعلام ما بين هل اعدادي ولا اولا سنوي لكن عموما دي وقعة مأساوية شهدتها مدرسة بورسعيد الميكانيكية امس الاحد قام طالب بتعن زميل بسلاح ابيض مما قدأ الى وفاته نقل طب نقل الطالب والمستشفى الظهور المركزي استقبل محمد عمر مهران الطالب بالصف الاول السنوي وكانت حالته حرجة وبعد كده توفى بانه زميله اعتدى عليه بسلاح ابيض وانه هو طبعا طعنة كانت نافذة تم استبعاد مدير مدرسة بورسعيد واحالته واحالة معلمين للتحقيق بعد مقتل الطالب على يد زميل وبالفعل كانوا عبدوا على الطالب اللي كان هرب باستلاح الابيض وطبعا ده بيورينا قد ايه انه فيه مشاكل كتيرة في هذه المرحلة العمرية كان فيه اعلان انه هيكون فيه موجة غضب جديدة في فلوريدا وفلوريدا مش نقصة بجد اللي حصل لها وبعدين وقالوا كارولاينا وانه فيه اعصار جديد لكن الحمد لله الدنيا عدت من غير ما يحصل اي حاجة لكن كان فيه اعصار درابولات اكلاهوما الامريكية خطوط الكهرباء تعرضت لأضرار بالغة مما ادى لقطاع الكهرباء يعني اكتر من خمسين الف شخص وكان فيه بعض طبعا الدمار زي ما انتو شايفين لكن كان فيه بعض الاصابات البشرية بس ما كانش فيه خسارة للارواح بالنسبة بقى الاسبانيا واللي حصل فيها كان فيه غضب شعبي عارم ضد ملك اسبانيا قعدوا يلقوب الطين ونعتوب القاتل ليه بقى هما متضيقين حتى نفس الملك بعد كده طلع وقال ليهم حق انهم يغضبوا اللي حصل ان كان فيه تأثير من ناحيتين التقصير كان انهم ما كانش فيه توقع ولا كان فيه اعلان انه يحصل مثل هذا توفى حوالي 200 واربعة والناس اسبان كانوا بيحتاجوا على تعامل الحكومة مع الفيضانات وكان فيه برضو يعني يعني بجد كان فيه غضب كبير جدا اتقال برضو انه فيه امتار غزيرة في اشوارع برشلونة الاسبانية كان فيه برضو فيضانات على ما وقفت الدراسة في فالنيسيا كل دي كان في الفترة اللي فاتت بالنسبة لمصر كان فيه الاسكندرية طلقت اول النواة المطيرة امتار غزيرة وتقالبات في تقس الاسكندرية 16 محافظة شهدت في مصر سقوط امتار متفاوتة وحالة التقس الحقيقة شهدت اليوم ايضا بعد الرياح وتابعوا الارصاد يا جماعة علشان تعرفوا ايه اللي بيحصل كان فيه برضو موضوع انه خلال اخر 24 ساعة كانوا بالقرب من صد النهضة واستاذ الجيولوجيا والموارد الملاي عباس شراقي بيقول ان صد النهضة يواجه خطر الانهيار بسبب الزلازل المتكررة وفيه احداث تانية طبعا برضو كان فيه كلام على انه صاعقة بارك كانت ضربت ملعب في بيرو وتسببت بوفاة لاعب يعني فيه يسطر على الجميع فيه بقى قصة تسريب الوصائق دي موضوع كده فيه فجئنا بان فيه ناس تقبض عليهم وان فيه وصائق تسربت والوصائق دي خاصة بحماس والسنوار والمعارضة الاسرائيلية هجمت نتانياهو والسلطات الاسرائيلية فتح التحقيق في وقعة التسريب وبعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتانياهو البعد قال ان الوصائق دي كان تم تسربها او انها وصائق غير حقيقة ونفس نتانياهو قال كده علشان خاطر ان هي تعيق الاتفاقيات اللي كان ممكن تتم فيه الاتفاقيات اللي هي الهدنة وتبادل الاسرة عشان كده حتى اسر الاسرة والرهائن اللي موجودين لدى حماس كانوا غطبوا ونزلوا في تظاهرات نتانياهو رد على الاتهامات وقال ان هو ايضا بيطالب برفع حظر النشرة عن التحقيق مدفعا عن نفسه بانه ما فيش اي تسريب من مكتب رئيس الوزراء وانه كل الحاجات اللي كانت منتشرة دي دي كلها كانت وصائق مزورة وما فيش اي حد كان ليه علاقة بنشرها قاضي اسرائيلي بيقول المعلومات السرية اللي سربها مساعد نتانياهو فقودت جهود اطلاق صراحي الاسرة وزي ما بقول لكم فالموضوع كان كبير وفيه تحقيقات لكن بقى اللي حاصل انه بدأنا نشوف تغير في وجهات النظر او تغير في سياسة اسرائيل بدلا من الاغتيالات الاعتقالات اسرائيل اعتقلت عنصر ايراني استخباراتي في سوريا وهذا العنصر كانوا بيقولوا ان ده مواطن سوري متورط في العمل مع شبكات ايرانية ودي المرة الاولى اللي بيعلن فيها اسرائيل عن ارسالها قوات لسوريا منذ بدء حربها على لبنان وكان برضو كان فيه عملية يعني المعارضة السورية عفوا تحدثت عن ان فيه عملية كوماندس لخطفه اعتقال المواطن السوري علي سليمان العاصي من بيته اما بقى فيه لبنان فكان فيه انزال بحري في البترون شمال لبنان واعتقلت ايضا اسرائيل عنصر بارز في حزب الله وهذا العنصر اسمه كانت قلقت القبض على عنصر بارز وكان هو بيقول انه بيعمل خبير فيه مجاله ويقبض عليه وكانوا بيقولوا طبعا ورئيس الحكومة كان متضايق من هذا الامر وكشف الجيش الاسرائيلي بيكسف الجيش الاسرائيلي عملياته في العمق السوري وعلى الحدود وهنا كان الكشف عن هذه الشخصية لكن كان فيه غضب في لبنان بالنسبة للرد الايراني بقى الحرس السوري بيؤكد حتمية عملية الوعد الصادق الثالثة ضد اسرائيل بيرفض الكشف عن اي تفاصيل اما خامين ايه فبيقول انه هيكون فيه رد يكسر اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية اتنين كانوا توفهم الحرس السوري بس دي كان تحطم طائرة في حادث جنوب شرق ايران ده اللي تقال وتحذير لايران الجيش الامريكي يعني وصلت بالفعل قاذفات البي 52 وصلت للشرق الاوسط وده نوع من انواع التحذير لايران انها لا تقوم بايش شيء روحوا يا جماعة من فضلكم في اخر حلقتنا بقول لكم مرة تانية غدا هو اخر موعد للانتخابات الامريكية هيبتدوا من سبعة لتمانية سبعة الصبح لتمانية مساء يريد كل واحد يدلي بصوته في هذه الانتخابات الهامة والحرجة والحيوية في مستقبل الولايات المتحدة الامريكية وايضا الاحداث اللي بتحصل في العالم كله اشكركم ودعوكم والقاكم ان شاء الله الاربعاء والمزيد من الاحداث ومراه الاحديث الى لكم